أمت الله من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أم عامة لجميع الأنبياء أختي أمت الله بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لصيغة صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من ذهب إلى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بالنسبة للأنبياء يقال عليهم السلام ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صيغة هذه الصيغة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولبقية الأنبياء وهذا الذي يظهر أنه الراجح أن قول صلى الله عليه وسلم تذكر إذا ذكر نوح فمن بعده يقال نوح صلى الله عليه وسلم ولا بأس بأن يقال عليه السلام كما يقال لنبينا عليه الصلاة والسلام عليه السلام ذلك أن هذه الجملة قد تقال أيضا لغير الأنبياء لكن ليس على سبيل الدوام وليس على سبيل الاستمرار مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى لما أدى الزكاة قال العلماء فيجوز أن يقال للشخص الذي له قدم الصدق في الإسلام أو له حسن عظيم في الإسلام يقال اللهم صلي على فلان مثلا يجوز على الندرة وليس على الكثرة أو الاستمرار ترجمة نانسي قنقر